في إطار العمل التنسيقي بين جهازي مديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني لمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر متمثلة في الأمن الحضاري الثالث المكان الجميل وات سمار بأمن مقاطعة الإدارية الحراش وبالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني وات سمار من توقف مشتبه فيهم عن قضية الجمهور مع الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة وتحطيم ملك الدولة عن طريق الرشق بالحجارة وزرع الرعب والهلع في نفوس المواطنين تم توقيف مجموعة من المشتبه فيهم متورطين في أعمال تقريبية والإعتداء على المناصرين المتواجدين على متن القيطار الذي يضمن حركة النقل بين محطة تتنية ولاية بومرداس ومحطة أغا بولاية الجزائر وذلك بعد مباراة الفريقين المحليين اتحاد العاصمة وشباب الوزداد بملعب الدار البيضاء العملية مكنت من توقيف 16 شخص متورط تتراوح عمارهم ما بين 15 إلى 46 سنة سيتم تقديمهم أمام الجهات القاضائية المعنية بتهمة تكوين إصابة الإحياء التحطيم العمدي لأملاك الدولة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض ومتبوع بالسرقة